أشهدت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الصحية مها بركات بتعاون الحكومة المصرية مع دولة الإمارات العربية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ونقل عدد من المصابين للعلاج في دولة الإمارات جاء ذلك عقب زيارة تفقدية لها على رأس وفد إماراتي لمدينة العريش وتفقدت المصابين والجرحة واستقبال المصابين المسافرين لدولة الإمارات بمطار العريش وذلك وسط تقديم كل خدمات الدعم الإنساني والنفسي من قبل جمعية الهلال الأحمر المصرية وفي هذا السياق أشاد عدد من المصابين والمرافقين الفلسطينيين بالجهود المصرية التي قدمت لهم منذ استقبالهم في معبر رفح البري وعلاجهم بالمستشفيات وإقامتهم بعمارات السبيل بالعريش بالطبع الحالات الإنسانية في قطاع غزة مفجعة للغاية ولدينا العديد من المواطنين المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء هذه الحرب التي خلفت عدداً من الشهداء والمصابين والمساعدات الإنسانية الضعيفة وقطاع غزة يحتاج للعديد من المساعدات الإنسانية دولة الإمارات المتحدة قدمت العديد من المساعدات الإنسانية للأطفال المصابين في الحرب والمصابين بالسرطان في أعمار مختلفة ونحن نعمل في أشهر قليلة لمساعدة 425 مريضاً بالعلاج في دولة الإمارات وهذه المبادرة تأتي في إطار التعاون مع مصر من خلال السلطات المصرية والهلال الأحمر المصرية والعمل على إخراج الإصابات الخطيرة عبر منفذ رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة المصرية نقلنا المصابين لمطار العريش بسيرات الإسعاف المصرية بالإضافة لأنه لدينا مستشفيات إماراتية في قطاع غزة بها عدد من المرضى وكل ما يحدث من التعاون مع مصر لتقديم كل المساعدات الإنسانية لأهل غزة هو شرف لنا أنا بشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعاً وكل قلبي وبشكر كل الطواقم اللي استقبلتنا سواء على المعبر من دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة وحتى وصولنا مستشفى بورس عيد الرماد وكل الطاقم الموجود فيها ومصر طبعاً قدمتنا كل حاجة حلوة وعرفتنا عن ناس كتير حلوين رغم مأسات الحرب اللي احنا شفناها شفنا ناس كتير حلوين وطيبين ووقفوا جنبينا والطاقم المصر بشكره كتير السلام وبشكر كل طاقم الطباء وكل العريش وكل ما حملنا على رأسه كل الشكر إله والله يعطيكم الصحة يا رب جانا اسمنا في مصر والحمد لله أهل العريش رحبوا فينا ويعنيوا عملوا لابنين كل حاجة وابنة شافة على يدهم واضربنا الحمد لله وبعدين هاينا الطاقم الاماراتي بديوا ياخد ابني وشافيلي إياه وأنا من كل قلبي من كل قلبي كل احترام لأهل مصر وأهل الإمارات وشعب فلسطين إن شاء الله أرجع لبلدي وأشوف أولادي